فديك بسعبة شوية ماشي أنا عندي يعني رأيي عايزة أقوله وحب أنك تقولي يعني أنت متفق معي ولا لأ كتير من لعيبة النادي الأهلي مبارح ما كانوش موفقين وده بشهادة مسيماني يعني مش هنال اللي بقول وأنه كتير من اللعيبة ما لعبوش كويس في المباراة دي ولكن مش حب أن في يعني أن احنا نقصوا وعلى أسماء بعينها يعني مثلا بدر بنون من ساعة ما جي النادي الأهلي والحقيقة احنا شايفين من الراجل أداء رائع يعني وكبير جدا من أول مباراة لي اللي هي كانت نهائي الكاس والحقيقة يعني دايما خلاص ما تطمينين بدر بنون وقف في الدفاع محمد هاني خصوصا بعد مباراة بارن ميونيخ وشوفنا وهو بيلعب أتأل لعيبة بيلعب عليه أتأل لعيبة في العالم احنا بنتكلم على بارن ميونيخ اللي هو أفضل نادي في العالم امبارح كان فيه برضو قصف شوية في الانطقات بالنسبة لمحمد هاني وارد أنه يعني مهما كنت أنت لعب كبير أنه أنت تبقى مش موفق فيه وانا بقرأ يعني ناس بتقول ايه التعليقات وكده ليكون فيه قصوة شوية على اللعيبة حسك مش مضطفق قالص لا العكس ده أنا معاكي قلبا وقالبا الطبيعي ولكل جوادي هانا ما نقول كابوة وبعدين أنهي لعيبة أو أنهي فرقة في العالم بتفضل على طول بتكسب أو بتتعادل أو ما بتكسرش مستحيل برشلونة خسر سبعة برشلونة في وقت خسر سبعة برشلونة كان برضو في بعض المبريات أني السبعة دي؟ خسر سبعة من بايرن لا تمانية تمانية طيب تمانية لو سمعت طب يا سانة خلاص عديها تمانية سكور أعلى طب ينفع فرقة زي برشلونة تخسر تمانية لا طب يعني هاتي أكتر الناس المتشاهمين ويقولك برشلونة يخسر واحد اتنين ثلاثة صح لكن أربعة دي صعب خمسة لا مستي كان بيلعب مستي كان بالمالع إيه بقى لما بدر بنون أنا قلت دلوقتي بقى بدر ما كانتش في حال وكلنا متفقين على ده طبعا ده طبيعي وأنا أقولك إيه إحنا بنحمد ربنا إن ده ما جاتش في الأدوار الإيه الإقصائية صح اللي هي أطلع من تمانية اللي قبل النهائي جرس انزار كده تحس المبارادي ربنا جرس انزار في الوقت ده أنا بقى رسودك ويقول لك خلي بالك فدي طبعا ده طبيعي ده طبيعي جدا جدا طبعا طب هو ديانجي ده يا جماعة حد يعني يعترض عليه إن هو ديفندر مش كويس ده مستحيل مستحيل السولية ما بيقدي أنا 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 من فترة كبيرة بقولي إن السولية بقى عصب 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 النادي الأهلي السولية لما بيكون كويس النادي الأهلي كله بقى كويس السولية لما بيدفع كويس وبيهجم كويس وبيشتغل السولية بقى خلاص بقى حاجة تجيلة جدا في النادي الأهلي فطبيعي ان انا لازم يبقى ليه يوم مش بتاعي اه ايه المشكلة هو انا فعلا هو انا هو انا بقى اقصى عليه وم بقول انتو مش لعبة كويسة واللي بيقول كده ده ظالم واللي بيقول كده بيبقى مش بتاع كورة هو انت مستني من لعيد يلعب اه بطولة كاملة ودوري ومنتخب اه وبطولة تانية بتاعة افروكيا عايز ما يقلش عن تسعة من عشرة لعشرة من عشرة ده مستحيل يا اصلا مستحيل مش فكورة لازم يبقى ليه في يومك عالي ويوم مش مش موفق مش يومك وده الطبيعي في كل العالم من احسن لعيب في العالم لقل لعيب لازم يبقى ليه يوم ومش يوم هما الاسف ان الفترة دي كان فيه اربع خمس لعيبة فعلا غير موفقية في تحركات في تمركزات في طب من اكتر لعب لفت انتباهك وكان مؤثر في مبارات بارح؟ اه يعني انا هقول اه الشناوي اه من اكتر اللعبة وياسر يعني برض انا شاف ياسر ياسر ابراهيم اه انا شاف ياسر برضو كان كان كويس اه الشناوي اه مستوى ثابت ما بتدرش كتير اه ياسر اه بيحاول وبيكتهد وربنا كرم وجب جول اه لا يعني اه يعني مش عايز اقصو برضو لان انا انا واحد من الناس انا راجل بتاع كورة وماسك فرقة او بمرن فرقة او لعبت كورة فطبيعي بالنسبالي ان انا لاقي اه 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 البدلك بتاعي لخمسة ستة ودي الحظ الوحش نادل الاهل ان الخمسة ستة دول كانوا كلهم في يوم واحد او غير موفقين في ماتش واحد لكن اه انا شاف ان ده ده اللي خلي بعض الناس تقول انه يمكن كان فيه زي ما قولنا في الاول يمكن انه استهانا شوية بالخصمة او انه انا شايف ان انا كده كده هتأهل او انه الخصم ده ما قدرش يكسب اصلا ولا مباراة على ارضه بس ما قدرش اكزم بده يعني انا ما قدرش اقول ان ده الجهاز الفاني هو اللي يحكم كان ايه السبب بس قصدي بنقل شوية من بعض الناس كانوا شايفين وجهة النظر ويرد بوسك يا بصرا في بعض اللعيفة في بعض المباريات على معتقد يعني بتاخدوا المباراة لانه يتفرج عليها هتقول لي يعني ايه يتفرج عليها وهو في المباراة بيتفرج انت لو لاحظت بولك الجول التاني ركزي بس شوية في الجول التاني او في الجول اولاني لا مش ده الناد الاهلي ايه فهمي التمركز وحش قوي واضح جدا القرى لونجو بس طويلة من قبل نص الملعب مع عشرة متر وبتطلعها بطويلة الرجل بيطلع في وسط الاتنين مستحيل المستحيل انا اشافها يعني على الناد الاهلي اتنين واتنين بيعابط بهم كويس الاتنين بيعابط بهم كويس انا مستغرب صح عجب ده ازاي في وسط الاتنين يطلع ويوجه ده حتطهر ليه مش بدي كمان ده يعني فيه فيه توفيق كويس قوي وفي نفس الوقت لو مشاركة بنسبة مشاركة بنسبة 30% كانت ممكن ما يلعباش بالقوة دي لكن انا شايف انها كانت يعني غلطة وفي نفس الوقت بيقولك ان الاتنين استردبكين في الجول التاني بيعابل خط واحد مفيش عمك وهي دي المشكلة انا مش بيعابل افساد العمر بنهاد الاهلي ما بيعابل افساد طيب احنا اشتركوا في القناة